موسيقى كواليس سلاح الحجد الشعبي وإيران إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا أسطورة البراءة الأمريكية الخطيرة الأمريكان يقولون أعداؤنا فقط هم من يرتكبون جرائم حرب وحرب العراق تكشف نفاق الغرب في أوكرانيا ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم بكل خير روسيا تستخدم أسلحة هربتها إيران من العراق ضد أوكرانيا هذا عنوان مقال نشر في صحيفة الجارديان البريطانية يوم 12 أبريل نيسان صحيفة الجارديان البريطانية صحيفة جادة لكن أن تختار هذا العنوان وتختار تقريرا أو مقالا تم إعداده من قبل صحفيتين واحدة طبعا معارضة روسية لديها جنسية أمريكية وتعمل منذ وقت طويل يعني معارضة روسية لروسيا ضد السلطات في روسيا لديها موقف صاحبة موقف والثانية الثانية هن طبعا صحفيتين كما قلت لكم واحدة المراسلة بيثان ماكرينان مراسلة الجارديان حاليا في كيف يعني قاعدة بكيف انتبهوا جيدا لما أقول هي في كيف حاليا مراسلة الصحيفة كانت سابقا في مدينة القدس المحتلة انتبه أيضا بإمكانك أن تربط لأن أحيانا الصحفيين ينتقلون من مكان لمكان صرعتهم علاقات مع النافذين في تلك الدول التي يعملون فيها فيحصل هناك شيء مما يسمى بعدين في المبركة الصحفية في الإعلام الرمادي إذن هذا التقرير أو هذا المقال كتبته صحفيتان واحدة كما قلنا بيثان ماكرينان أو ماكرينان مراسلة الجارديان حاليا في مدينة كيف عاصمة أوكرانيا وكانت مراسلة الصحيفة في القدس المحتلة والثانية هي كما قلنا ذيرا ميرونوفا مراسلة الجارديان حاليا في مدينة لفيف وهي معارضة روسية منشقة وتحمل الجنسية الأمريكية وكانت تكتب بصحيفة الفوريان بوليسي الأمريكية بعنوان باحثة زائرة يعني الثانين بعيدات عن العراق بس الثانين انقلا عن مصدر لم يسميانه بالحشد الشعبي يقولون أحد قادة الحشد الشعبي أبلغنا وصرح لنا بهذه المعلومات يابا شنو هي هذه المعلومات؟ المعلومات تتلقى روسيا ذخائر وعتادا عسكريا ذخائر وعتادا عسكريا تبهوا من العراقي لجهودها الحربية في أوكرانيا بمساعدة شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية شوفوا الربط وفقا لأعضاء الميليشيات طبعا هذا كلامهم ميليشيان بالترجمة من أترجمة لكم لأعضاء الميليشيات العراقية المدعومة من إيران هسه هم همين يقولون عن أعضاء في الفصائل اللي هم بعدين يقولون حشد شعبي وأجهزة المخابرات الإقليمية على دراية بالعملية شوفوا الفبركة هذا يسمونه إعلام رمادي الإعلام يقسم من حيث المصدر إذا تنسبه إلى مصدر أو الخبر أبيض وأسود وبيانات رمادي الأبيض المصدر يطيق مصدر والمصدر صحيح تروح تشيك تلقاه صحيح المصدر من يقول مثلا أجهزة المخابرات الإقليمية بس ينقل يقول مثلا فلان الفلاني رئيس جهاز المخابرات في الدولة الفلانية تدخل على موقعه أو تدخل على صحيفة رسمية تابعة لبلده منقول عنه هذا الخبر أو هذه المعلومة الأسود لا هو يطيق مصدر بتشذب يطيق مصدر اسم يقول فلان الفلاني موجود في الدولة الفلانية قال بتروح تسألت شو لا تشذب لسبول الخبر هذا الإعلام الأسود الإعلام الرمادي يخليها مايعة قابلة للتصديق وقابلة للتكذيب مثل هذا الإعلام قال مصدر تحدث مصدر ووفقا يعني وهي قاعدة وعدة بلفيف وعدة بكيف وينقلون على المصادر في أجهزة المخابرات الإقليمية في المنطقة يعني من العراق وإراق بالنتيجة هذه المنطقة منه تركيا قطر الإمارات المملكة العربية السعودية الكوين هذا من الدول بعد تقول علمت صحيفة القارجان علمت هذا أيضا من الإعلام الرمادي أنه تم إرسال أذائف أر بي جي وصواريخ مضادة للدبابات من العراق يروح عن الروسية روسية اللي تعتبر من حيث الصناعة العسكرية الحربية من الدول المتقدمة جدا وتنافس الولايات المتحدة الأمريكية صدي هاي هذا الصراع اللي بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا الاتحادية حاليا وبين الغرب والناتو من جهة والولايات المتحدة الأمريكية أيضا من جهة أخرى وحنا موضوع التسلح واكو سباق تسلح في العالم وروسيا بالمناسبة يعني في الأزبة الأوكرانية لم تستخدم حتى الآن بحسب ما هي تصرح هذا مو علام رمادي ما تملك من أسلحة حديثة تستخدم أسلحة قديمة وجاء تطور في الحروب عندها حججها إلى أن تعطي فرجة أو فرصة للحل السياسي هسا العراقيين المصائل والعجد الشعبي يدزون الروسي عتاد صواريخ RBG7 وصواريخ مضادة للدبابات بالإضافة إلى أنظمة إطلاق صواريخ برازيلية التصميم إلى روسيا من العراق يقولون هاي الأنظمة الصواريخ البرازيلية مصدرة إلى إيران يعني إيران أعطتها إلى الفصائل أو إلى الحشيد وبعد ذلك نقلوها إلى بعدين نقلوها إلى روسيا كما تبرعت السلطات في طهران انتبه بنظام صاروخي من طراز باور 373 إيراني الصنع هذا النظام يشبه نظام S300 وهي إيران فاوضة وهي روسيا على S300 وفاوضة روسيا على S400 وهي عدها باور بعدين أنشأت باور بالمناسبة يعني روسيا عدها نظام S400 ليش تحتاج باور الإيراني اللي أنتو يعني في وسائل الإعلام العربية يوصفون السلاح الإيراني بأنه تنك بعدين من ينضربون من الأخوة في أنصار الله والضربة موجعة تيقولون السلاح الإيراني هذا ليس أنصار الله على سلاح إيراني هسه قاعدين يعترفون بأن إيران لديها أنظمة صواريخ باور 373 صناعة إيرانية محلية مو بس يعني تضاهي S300 لا تحتاجها روسيا اللي تمتلك S300 و S400 أنت تكذب كذبة كذبة معقولة كذبة أو سرب معلومة للتفضيل معقولة شيطنة الحجد الشعبي ما يكسير بهذا الشكل بس أكو أشكال أخرى وجاي لعبوها الجماعة في العرب أنتوا شفتو أنا ليش اختارت هذا اختارت هذا لأنه وصله بموضوع الشيطنة الحجد الشعبي وهذه الثلاثية اللي دائما نحدثكم عنها المرجعية يجب أن تضرب مرجعية دنيا عليا والمرجعية بشكل عام اللي جابت فتوى الحجد الشعبي واللي أجهضت مخططات الحروب الأهلية في العراق واللي حافظت على السيادة وسببت أو أدت إلى عندما أصرت على كتابة الدستور بأيادي عراقية في خروج الاحتلال يعني بتشكيل حكومة أو بر انتخابات وحكومة فهذه المرجعية يكون تضرب الحجد الشعبي اللي جاء بسبب فتوى المرجعية العليا والمراجع الآخرين الذين أيدوها وهذا الشعب العظيم الذي لبى نداء المرجعية ولازم هذا تكسر مجاديفة وطبعا إيران كما قلت لكم التي ساعدت في إيجاد الحجد الشعبي بمختلف الطرق وطبعا في إجهاض مشروع ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية فشوفوا الربط هذا أن التلاثين ضربا مرة واحدة صح هو لم يذكر المرجعية بالاسم بس هو في الضمن من تقرأ المقال وتقرأ التقرير كله لشيطنة الحجد الشعبي لتشويه سمعة الحجد الشعبي لتشويه سمعة إيران أيضا ويقول لك إحنا شنو علاقتنا جاي تزجونا بمشاكل وتورطونا بقضايا وجاي تروحون تتدخلون في هذه الحرب العالمية بس هي حرب عالمية صحيح مو عسكريا عالمية يعني ماكو تبادل صراع مباشر قصف بهذه الدولة وهذه الدولة بس الناتو كله متورط والولايات المتحدة أيضا متورطة وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية وهلا بريطانيين أيضا ودول غربية أخرى في الناتو يجزون لأوكرانيا هو هذا النوع من الأسلحة يجزون أسلحة مضادة للدبابات أسلحة مضادة للطائرات لأنه يريدون الصراع يطول يريدون الصراع يطول وكما يقولوا مسؤولون أمريكيون وأكدوا أمريكيون وأنا راح أخليكم تصريحاتهم لأن هذا من الإعلام الأبيض أسلحة مضادة للطائرات أسلحة مضادة للطائرات يقولون سنقاتل روسيا في أوكرانيا حتى آخر أسطورة البراءة الخطيرة الأمريكان يقولون أعداءنا فقط هم من يرتكبون جرائم حرب هذا في الحقيقة مقال استقصائي أمريكي عنوانه بالضبط أسطورة البراءة الأمريكية أحد أعداءنا فقط هم من يرتكبون جرائم حرب والعنوان الثانوي في هذا المقال النفاق الهائل لأمريكا يستغزئ بالقانون الدولي ويهدد بقيادة كوكبنا إلى نهاية العالم نفاقنا في جرائم الحرب هذا أمريكي كاتب هل سحجي لكم عنه نفاقنا في جرائم الحرب يجعل من المستحيل إيجاد عالم قائم على القواعد عالم يلتزم بالقانون الدولي منه الكاتب؟ الكاتب كريز هيدز منه هذا كريز؟ هذا كريز يا أحبائي كريز هيدز صحفي حائز على جائزة بوليستر كان مراسلاً أجنبياً يعني خارج البلاد لمدة خمسة عشر عاماً لصحيفة نيويورك تايمز حيث شغل منصب رئيس مكتب الشرق الأوسط ومدير مكتب البلقان لصحيفة نيويورك تايمز يعني شوفوا خبرته الميدانية في أماكن شهدت حروب وصراعات وسبب هذه الحروب وهذه الصراعات الولايات المتحدة الأمريكية كما يأتي أكتب عمل سابقاً أيضاً لصالح The Dallas Morning News ولكريستيان ساينس مونيتور والإذاعة الأمريكية الوطنية المعروفة MPR وهو مقدم برنامج اسم تقرير كريز هيدز حقيقةً هذا المقال يؤيد ويعضد المقال الاستقصائي الذي كنت قد نشرته أو تحدثت عنه سابقاً للمؤرخ الأمريكي أريك زويس أريك زويس انتبهوا جيداً أريك زويس هذا أيضاً كاتب تحدث عن ونشر مقالة في عام 2018 عن الأزمة في أوكرانيا وكيف تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاصيل المملة في أوكرانيا لقلب نظام الحكم وما يسمى بالثورة المحملية الملونة الأرجونية يتذكرها جيداً عام 2014 نهاية 2013 و2014 بس هذا الكاتب أبو أسطورة البراءة الأمريكية يجي يتحدث وأنا دائماً كنت أقول لكم على مراكز الأبحاث هذا أيضاً في مقال آخر إليه شوي المقال عنوانه فيه نوع من من حقول الاستفزاز أنا سأنقله لكم كما هو أنا ترجمت أكو كلمة ترجمتها سماسرة هو شي يقول لا يقول القوادون قوادون الحرب بالنص فأنا أقول سماسرة الحربي عاد المحافظون الجدد الذين أذكوا عشرين عاماً من المذابح في الشرق الأوسط من أجل المزيد من الجرائم يعني يقصد يقول المهرجون المثيرون للحرب الذين دفعوا الولايات المتحدة إلى كارثة في العراق وأفغانستان يتوقون الآن إلى الحرب مع روسيا يقول ما لك شغل بهذا الحديث الدائر في وسائل الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية التصريحات الرسمية يريدون يبتعدون عن الحرب بس هؤلاء السماسرة وكما قلت لكم هو يحط استخدم الكلمة الموحلوة نقول هكذا عنهم يعني يريد يبين مدى عرهم السياسي وكيف يتلاعبون بحياة الناس وأموال الناس ويتلاعبون بالقانون الدولي فيتحدث يقول هذه المجموعة من بين قوسين السماسرة انتوا فسروها بعد بكيفكم الدعاة للحرب والمتخصصين في السياسة الخارجية والمسؤولين الحكوميين سنة بعد أخرى وكارثة بعد كارثة يتفادون بشكل متعجرف المسؤولية عن الأقطاء الكارثية التي تسببوا بها للولايات المتحدة والعالم يقول انهم متحمسون ويتحولون ببراحة مع الرياح الموسمية أو الرياح السياسي يعني منافقين مرة يشيل البندقية هنا ومرة يشيل هنا ما يهم جمهوري لو ديمقراطي هذول سماسرة حرب سياسيين هم ها لا مو تقول مثلا تجار سلاح أو مافيا البنوك لا لا هذول طبعا جزء منهم هما يعملون لهؤلاء أيضا ويقول يتحولون دائما مرة في الحرب العباردة يتحولوا إلى المحافظين الجدد وبعدين يصيرون إلى التدخل الليبرالي وبعدين يجون يعتبرون نفسهم من المثقفين الزائفين هو يتحدث عن مراكز الأبحاث وشون تسوق لهؤلاء على من أحدثكم عن محد واشنطن وأقول دائما ارجعوا وانتبهوا إلى مراكز الأبحاث مراكز الأبحاث الغربية وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية فإنني أحذروا من هؤلاء من الألعاب التي هؤلاء يرتبونها يحكونها لتظليل الرأي العام في منطقتنا طبعا هم يظللون الرأي العام في الولايات المتحدة وفي الغرب حتى يوجدون مبررات مستمرة دائمة لاستمرار اعتداءاتهم وحربهم التي تمتص دماءنا يقول أنهم قوادون في الحرب ودماء في البنتاجون هذا النص ودولة داخل دولة ومتعاقدون دفاعيون يمولون بسخاء مؤسساتهم الفكرية مشروع القرن الأمريكي الجديد معهد أمريكان انتربرايز مبادرة السياسة الخارجية هاي المعاهد المعروفة معهد دراسة الحرب المجلس الأطلسي أنا وكانت أنقل لكم منه ومعهد بروكينغز مثل بعض السلالات طبعا معهد واشنطن وغيرها مثل بعض السلالات الطافرة من البكترية المقاومة للمضادات الحيوية لا يمكن هزيمتها لا يهم كم هم مخطئون ما يهم دائما يتكرر ويذكر أسماء يذكر أسماء مثلا هو طبعا يتحدث عن نفسه يقول أنا مضيت عشرين عاما كمراسل أجنبي أغطي المعاناة والبؤس والهيجان القاتل الذي صممته ومولته من أجل الحرب هذه القوى وكان أول لقاء لي معهم في أمريكا الوسطى يذكر منه أليوت أبراميز منه أليوت أبراميز يذكرون أليوت أبراميز كان المبعوث الأمريكي الذي اختاره ترام لشؤون الشؤون الإيرانية كان من أشد المحرضين على الحرب مع إيران في زمن ترامب وعلى أي حال طبعا يذكر أسامي كثيرة 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 روبرت كاغان مدير مكتب الدبلوماسية العامة بوزاة الخارج الأمريكية كانوا من دعاة هذه الحروب التي في موضوع الكونترا في موضوع في نيكاراغوة وغيرها من الحروب التي مولتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني لقلب أنظمة الحكم هناك وكانت مهمتهم تشويخ سمعة التقارير قلت سمعة تقاريرنا يعني التقارير المنصف التي تكشف هؤلاء وتفضح هؤلاء فعلى أي حال يعني هو يجي يتحدث في مقال آخر يقول أن تصنيف فلادمير بوتين كمجرم حرب من قبل جو بايدين الذي ضغط من أجل حرب العراق ودعم بشدة عشرين عاما من المذبحة في الشرق الأوسط طبعا باكست أفغانستان وسوريا وغيرها وليبيا هو مثال آخر على الموقف الأخلاقي المنافق الذي يحتاج يجتاح الولايات المتحدة يقول من الذي يحاكم من من الذي يحاكم من بوتين بايدين يحاكم بوتين لو يجب على المجتمع الدولي أن يحاكم الأمريكيين الذين تورطوا في جرائم حرب ويذكر أسامي نحن نعرف من هم أحدث مجرمي الحرب لدينا يذكر اللي احنا عصرناهم من بين آخرين جورج دابليو بوش ديك تشيني دونالد رامسفيلد الجنرال ريكاردو سانشيز مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جورج تينيت مساعد سابق الجنرال جاي باي القسم مساعد الجنرال جون يو وغيرهم وغيرهم طيارو المروحيات الذين قتلوا المدنيين بمن فيهم صحفيان من رويترز تذكروها في فيديو القتل الجماعي الذي نشره موقع ويكليكس على وهذه الكثير من الأدلة طبعا على جرائم هؤلاء في العراق وفي غير العراق واللافت أن هذا الكاتب التحقيقاتي أو التحقيقي أو الاستقصائي يصر بين الفترة والأخرى على نشر تقارير موثقة بالأسماء عن هسس الموجودين حاليا في الإدارة الأمريكية الحالية الذين كان لهم دور كبير في جرائم الحرب التي ارتكبت في العراق إلى جانب طبعا بعض المسؤولين في الحكومات البريطانية السابقة وهذا ما سنتحدث عنه في المحور الثالث الذي هو حرب العراق عام 2003 وقبل عام 1991 ما يسمى بحرب العاصفة الصحراء تكشفوا نفاق الغربي في أوكرانيا تتقعوا معنا حرب العراق تكشف نفاق الغربي في أوكرانيا أحبائي أنا في هذه الحلقة تحديدا جاء أتحدث عن محور مترابط لأنه في الفترة الأخيرة لاحظت أن هناك زيارات لافتة قام بها سفراء دول غربية وطبعا إقليمية أيضا مثل السفير المصري إلى قادة في الإطار التنسيقي وتم في وسائل الإعلام تحريف هذه الزيارات وتحريف أهداف وحاول الكثيرون حتى من أولئك الذين يظهرون مع كل الأسف في قنوات المقاومة أو قنوات ملتزمة حاولوا تشويح صورة الإطار بس أنا لست بمعرض الدفاع بس أنا من باب توصيف الأشياء توصيف الأشياء حاولوا تصوير أن الإطار هو الذي يتوسل أو يطرق أبواب السفراء الأجانب وخصوصا السفير البريطاني الجديد المعروف أن الآن يعني الولايات المتحدة الأمريكية كما تلاحظون أولوياتها مختلفة وهذا يعني مو دائما لازم نكرر بعد تتعرفونه بس بباب التذكير لا أكثر ولا أقل الأولويات اختلفت بس هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ابتعدت عن الموضوع العراقي لا لا لم تبتعد يعني بينما كان هؤلاء السفراء يذهبون إلى قادة في الإطار ويلتقون فيهم ويحاولون أن يضغطوا عليهم ويحاولون أن يمررون ما يسمى بحكومة الأغلبية انتبهوا هكذا يريدون تمرير حكومة الأغلبية التي يدعو لها التحالف الثلاثي الذي يتحدث عن السيادة أو على الأقل جزء كبير منه وجزء مهم منه يسموهم تحالف السيادة طيب في نفس الوقت طبعا السفير الأمريكي كما قلنا لكم سابقا يذهب إلى كردستان وإلى أربيل تحديدا ويلتقي بالرئيس الزعيم الكردي السيد مسعود البارزاني وينقل له رسالة من بعيد الرئيس الأمريكي وهذا كما قلنا لكم سابقا وأثبتناه والآن هم راح نثبته ليس من الإعلام لا الرمادي ولا الإعلام الأسود هذا من الإعلام الأبيض لأنه ديفيد شينجر مساعد سابق لوزير الخارجية الأمريكي في عهد ترامب هو الذي نقل ذلك في صحيفة The Hill الأمريكية وراح تشوفوها بس الأصل راح تخلوه تشوفونا ورائه وأنا خليته في لقاعات سابقة ينقو الرسالة الجبي يعني الملفت الإعادة مفيدة الرسالة الأمريكية من بايدن تدعوهم وتحثهم الأكراد على توحيد صفوفهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ليش يقولهم حتى تواجهون أو لا تعطون فرصة لبقاء ما يسمونها بالهيمنة الأمريكية أي شنو يعني شو علاقتك زين وين السيادة يلا وين السيادة يا تحالف السيادة ويا التحالف الثلاثي علي تحال أنا أقول اخترت هذا المحور لأنني أريد أن أؤكد أن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة البريطانية في عهد توني بلير يجب أن تحاكم هي أمام محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية بدلا من محاكمة بوتين على ما يسمونها بجرائم الحرب التي يقولون أن بوتين والقوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا في بوكا أو بوتشا نفس المسرحية البروبوغاندا التي اتبعوها في سوريا في ما يسمى بكيمياوي الغوط تذكروها زين كيمياوي الغوط عام 2013 وكيمياوي دوما عام 2017 تذكروها جيدا المسرحية ورادوا في ذلك الوقت يشنون حملة قوية حتى كان هناك حديث طبعا بدفع مباشر آنذاك من رئيس جهاز المخابرات السعودي الأمير بندر بن سلطان ورادوا تدخل عسكري مباشر في سوريا تدخل عسكري مباشر عمليات عسكرية مباشرة في زمن أوباما لإسقاط الرئيس بشار الأسد لكن القائد الشهيد المظفر الحاج قاسم سليماني أطلق تصريحا في ذلك الوقت فهموه جيدا بأنه يعني إذا أنتم تريدون تتدخلون فستكونوا علي وعلى أعدائي فهمها الأمريكي وبطل من تلك العملية وزعجوا كثير الأخوة في المملكة العربية السعودية وسائل إعلامهم ضجت واتحاد علماء المسلمين كل العالم كله هؤلاء يدورون أي مبرر حتى والله شنو خلي صير تدخل دولي دولي في سوريا نفس السيناريو يريدون يطبقونا بروسيا فيجون يكتبون كتاب كتاب يتحدثون أمريكان وبريطانيين يقولون هذا أنتو إذا تريدون تحاكمون السيد بوتين أول مرة حاكمونا جورج دابليو بوش وحاكمونا توني بلير هنا في توني بلير أعطوه وسام أعلى وسام في المملكة المتحدة الملكة أعطته عرائض بالآلاف وخصوصا من 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 ذوي ضحايا الحرب التي شاركت فيها بريطانيا على العراق يعني غزو العراق عام 2003 طالبوا الملكة بسحب هذا الوسام من توني بلير بل طالبوا بمحاكمته طالبوا شنو بمحاكمته وقالوا وذكروا كثير منهم ذكر في قضية كاراديتش كاراديتش منه كاراديتش هذا الزعيم رادوفان كاراديتش الزعيم المعروف الذي تمت محاكمته بتهمة جرائم قتل وإرهاب وهجمات غير قانونية ضد المدنيين وذكروا عن تحدثوا عن في موضوع سربيا والبوسنا وتذكرها الحرب الداخلية في غزافيا السابقة أوجه التشابه مع الأهوال التي تتكشف في أوكرانيا مو كلقة لكن يريدون شنو؟ يريدون يجدون هذا التبرير حتى يحاكمون بوتين بس يجوا للآخرين يقولون يا ابن قبل أن تحاكموا بوتين تعالوا حاكمونا على أقل دور الثنين وبقية السياسيين السماسرة الحرب التي تحدثت عنهم تحدثت عنهم في المحور السابق حاكموا هؤلاء أولا حتى نعرف صدقيتكم مو بس تجون بذريعة من الذرائع الكاذبة وتزعمون أن النظام العراقي السابق يريد أن ينتج أو يمتلك أسلحة دمار شامل وتشنون حرب وتؤدون تستخدمون لليورانيوم المنظم وتستخدمون أسلحة دمار شامل انتبهوا جيدا يعني صدام لا نقول نحن صدام لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل لا لا نحن نقول صدام كان يمتلك أسلحة دمار شامل والدليل أنه استخدمها في حلبشة استخدمها في الأنفال استخدمها ضد الجمهورية الإسلامية في الحرب العبثية المجنونة التي شنها على الجمهورية الإسلامية هذا معروف هذا مؤكد بس بعدين من صارت هذه قضية بعد غزو صدام حسين للكويت وصارت هذه الصفقة في قضية أن يحافظون علي على بقاءها بشرط أن يتم تهديم أو تدمير ما يملك وتسليم مخزونه من السلاح الكيمياوي وتدمير ما يمتلك من أسلحة توصف بأنها أسلحة دمار الشامل حتى صواريخ سمحوله فقط أن يمتلك صواريخ بمدى خمسين كيلومتر خمسين كيلومتر فإذن عندما أرادوا أن يشنوا الحرب عليه عام 2003 اخترعوا كذبة أسلحة الدمار الشامل واذكر التقارير الرسمية أنه بعيد بعيد انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991 قامت الطائرات الأمريكية والبريطانية بقصف بالغارات الوحشية استهدفت مركبات وداقلات الجنود العراقية العائدة التي لا تمتلك لا أسلحة للرد والدفاع والتي أصلا لم تكن تنوي أن ترد على القوات الأمريكية هي منسحبة هي منسحبة بعض التقارير قدرت البركبات التي أبيدت تماماً بألفين ألفين انتبهوا جيداً العدد هو أكثر من ذلك بكثير ولون يجي نحسب الضحايا نقول كل سيارة بها واحد ومو يجي ناقلات الجنود شقد تحمل عشرات كل ناقلة تحمل العشرات فإذا كل ناقلة بها واحد سايق بس يسوق هاي ألفين مجزرة واحدة خلال ساعات بسيطة من يحاكم هؤلاء؟ من يحاكم هؤلاء؟ بدون خلاصة القول يا إخواني بدون مسائلة الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومحاسبة الجنات السابقين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في العراق لا يمكن محاسبة الجنات الحاليين أليس كذلك؟ يا مهلا ترجمة نانسي قنقر